وسط سجلها المليء بالانتهاكات تواصل آلة الإعلام السعودية والإماراتية مسنودة بجيش من الذباب الإلكتروني حملاتها الموجهة ضد شخصيات ورموز الربيع العربي وبالأخص المنخرطين منهم في أنشطة حقوقية تتصادم مع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في هذين البلدين ينشغل هذا الجيش من الذباب هذه الأيام باستهداف الناشطة الحقوقية البارزة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان بعيد اختيارها ضمن مجلس حكماء فيسبوك المناطبه مراقبة المحتوى الذي سينشر منذ الآن على المنصة الاجتماعية الأولى في العالم في معرض ردها على ما تتعرض له من حملات إعلامية اتهمت توكل كرمان الإعلام السعودي الموجه بالتنمر وتحريض عليها مؤكدة أن غايتها تتمثل فقط في أن تسلم من المنشار في إشارة إلى الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق الصحفي جمال خاشقجي ووصفت ما تتعرض له من تهديد وتنمر بمثابة بلاغ للرأي العام العالمي حقيقة أنا متعودة على هذه الحملات هذه ليست أول حملة أتعرض لها أنا أتعرض لتنمر واسع جدا من وسائل الإعلام لبعض الدول في المنطقة والسبب معروف لأن لدي دور رأي ودور معارض لدور تلك الدول في احتلال وتدمير بلادي من جهة ولانتقاد سجلها السيئة في مجال الحقوق الإنسان اليمنيون وبإزاء حملة كهذه امبرأوا في مهمة الدفاع عن امرأة تحتل موقعا محترما في المشهد السياسي الثوري في بلدهم عبر حملات في مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن اعتزازهم باختيار توكل كرمان عضوا في مجلس الإشراف العالمي للنظر في المحتوى الذي ينشر عبر فيسبوك هكذا يتحول فيسبوك مجددا إلى ساحة مواجهة بين الغالبية العظمى من الشعوب العربية وبين الأنظمة التي ارتدت على ثورات الربيع العربي وهذه المرة ينتصر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر والأكبر في العالم للقيم التي غدت موجة الربيع العربي وحرست القيمة العظيمة للتغيير في منطقة تجثم على صدرها أعطى الأنظمة الدكتاتورية